طيب دلوقتي بقى انا عايزة ابتدي معاكو اعمل الحووشي اه هوريكو بس الاول هنعمل هنحشي ازاي وبعدين هبتدي اعمل معاكو العجينة احنا معينا دلوقتي عجينة حلو حادق الفورية او عجينة السبع دقايق او عجينة السبع مقادير زي ما تحبوا سموها هقولكو عليها تاني لكن نبتدي الاول نحشي ونعمل خلاص انا باخد سواء علشان اعمل العيش الشامي اللي في الفورن او عشان اعمل الحووشي كورة كده وببتدي بس اشكلها شكل كورة حلو قدامي ببتدي بقى احط دقيق من تحت ومن فوق عشان اعرف افردها خلاص يبقى ده مش للعشر نصايح ولا للضايت بنفرد تمام وبعدين منبتدي نحشي انا معي خلطة جاهزة هعمل معاكو الخلطة اللي هي دي ان شاء الله اللي ها اعملها قدامكم هقولكو عليها برضو تنزل على الشاشة خلطة اللحمة المفرومة اللي هي للحووشي ننزلها على الشاشة بنفرد اتنين كده هي نزلت خلاص ننزلها تاني طيب ببتدي بقى ان انا احروح حشية في النص بالشكل ده عشان مش مجهزة اي نسخة هعمله قدامكم اهو وهروح في النص واسيب دايما حز فاضي علشان اعرف ان انا ايه اقفل اقفل بروح عاملة كده اقفل عليه ثماني بس اشندول اهو اقفل عليه بالشكل ده بضغط وده انا بعلمه للاطفال اللي في سنة رابعة وعملنا حلقة قبل كده في المدرسة مع الطلبة وعملناه سوا بيحبوه جدا خلاص وينفع جدا تعمله بعيش اسمر لو عايزين ببتدي بقى ان انا باخد بصباع ببتدي اعمل كده بحيث انه يعملي الشكل اللي هو اللي في الطرف اللي بيبقى شكله جميل ده عايزين انت اعمله بالشوكة اعمله بالشوكة بس مندهنه بالشكل ده طبعا انا مزنقة كله في بعض ما شاء الله يعني فيارب يدي فرصة ان هو يخمر حاله او ينفخ حاله في الفورد وندخل دي اول واحدة على درجة حرارة 200 تقريبا عشان هطلحه قدامكم طيب انا عايز اقولكو سريعا الاول العجينة وبعدين نعمل الحشوه لان دي عصاج عادي وسهل وبسيط جدا محطوط بس فيه على فلفل فانا هبتدي الاول بعجينة حلو حادق وبعدين ايه اقولكو على العصاج اللي احنا عملناه كحشوه للحواش احنا معينا سبع مقادير لعجينة حلو حادق خلاص سبع مقادير وبتاخد سبع دقايق علشان نعمل الوصفه نعملها ازاي موضوع بسيط جدا مبدئيا هننزل بقى مقادير العجينة على الشاشة العجينة دي طريقتها شبيهه جدا لعجينة العشر دقايق خلاص لكن انا بس مزودة فيها شوية حاجات مغزية يعني عجينة العشر دقايق حلو جدا جدا تمام بس انا قلت زود عشان لما يعني يبقى فيه مثلا عندنا اه ولاد عايزين حاجة تبقى مغزية اكتر شوية ممكن ان احنا نزود فيها شوية اه مكونات غذائية زي ايه مثلا انا مزودة فيها البيض خلاص طيب هنبتدي واحدة واحدة نشتغل منحط مقدار والمقادير بتاعتي مختلفة برضو عن عشر دقايق بس عشان بتسئل دايما ايه الفرق ما بين عشر دقايق والعجينة بتاعتي فهي شبيهة بس فيها مقادير مختلفة مقادير مختلفة وفيها البيض بيدي شوية قيمة غذائية اعلى بس الاتنين كويسين جدا لكن كل واحد يجرب بالطريقة اللي تعجبه ويعملها بس لازم تجربه دايما لازم الواحد يجرب بنفسه عشان يعرف يشتغل خلاص يبقى هنعمل ايه كباية مقدار كباية فنجال اللي هو مش مقدار كبير يعني فنجال الشاي غير مج الشاي او غير كباية بيبقى مقدار صغير عليها معلقة واحدة من الخميرة الفورية تمام عليها معلقة واحدة كبيرة ممسوحة خميرة فورية معينا كمان معلقة كبيرة ممسوحة سكر انا بس براجع مع الورق برضو علشان ما اقولش اي حاجة مختلفة يا طبعا انا اللي مختراعيها وكل حاجة بس برضو علشان ابقى ماشي بالترتيب على الشاشة معاكم خلاص يبقى فنجان واحد من المية الدفية عليه معلقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية معلقة كبيرة ممسوحة سكر خلاص الفنجان تقريبا 100 ملي معانا بيضة بدرجة حرارة الغرفة مش بردة معانا معلقة كبيرة لبن بودرة معانا معلقة كبيرة خل دي مش موجودة في العشر نصيح ولا البيض في عجلة العشر دقايق ولا البيض معانا دقيق حسب اللي احتياج وملح وفلفل خلاص وحتلاقوا المكونات مختلفة يعني مقادير مختلفة عن العشر دقايق بأكد تاني عشان ما تتلغبطوش ما بين الاتنين طيب انا بعملها ازاي بقى انا بحط المية الدفية والخميرة والسكر في الاول وبحط معاهم دقيق ليه انا بقول دقيق حسب الاحتياج عشان كل نوع دقيق مختلف عن التاني احنا نعمل الترتيب بس صح ونوصل للملمس الصح للعجين هفهمكو انا ملمس اقصدو عشان ايه يطلع مظبوط معاكم ان شاء الله خلاص شايفين عاملة ازاي عاملة زاي عجينة الزلبية تقريبا او اخف شوي ده بغطي بقى لمدة سبع دقايق بغطي لمدة سبع دقايق خلاص بعد كده في مكان دافي ويفضل في كيس نايلون عشان يتخمر حلو بعد كده بحط بقية المقادير بحط الخل الخل بيساعد جدا على تحفيز العجين وانها تطلع بسرعة تشتغل بسرعة جدا اكتر من العادي وفي نفس الوقت هتخليلي البيضة ملهاش اي ذنخة خالص في الوصفة لان البيضة دي بتادي فايدة كبيرة جدا وفي نفس الوقت بتساعد على نفخان العجين حلو جدا يعني هي ليها فايدتين عندي بتنفخ حلو قوي وفي نفس الوقت بتاديني قيمة غذائية عالية جدا والبيضة هنا مقدارها بالنسبة للدقيق عالي فحلو جدا هحط بقى لبن البودرة مش لبن سايل عشان لبن سايل مش بيفعل الخميرة حلو زي لبن البودرة لبن البودرة بيغزي الخميرة احسن واسرع بعد كده بحط الملح وبقيت الدقيق حسب الاحتياج لغاية ما تلم معايا وتبقى عجينة حلوة جدا خلاص بنفضل اول خطوة اللي هي قبل التخمير لقلبناها كويس جدا 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 وبعن سببناها تخمر سبعة دقايق نيجي دلوقتي بعد ما حطينا بقية المكونات وبقية الدقيق ببتدي ان انا برضو اقلبها و افضل احط فيها الدقيق شايفين تتحول معايا عجينة افضل اعجن فيها اعجن وازود الدقيق لغاية ما تبقى معايا عجينة حلوة جدا او ملساء وطري أبتدي بقى عندي حلين يسابها تخمير تانه في البولة سبع دقايق وبعدين ابتدي احشكل وبعد التشكيل لازم بعد التشكيل لازم نسابها سبع دقايق متغطايا اه او هاخدها دلوقتي الى طول بعد ما اعجنها كويس جدا بس لازم تتعجن فعلا كتير حبة حلوين أعملوها 7 دقيق برضو خلاص بعد ما بعجنها كويس جدا ممكن على طول أشكل بس لازم بعد ما بشكل أسيبها 7 دقيق في كل الأحوال لازم بعد التشكيل تتخمر يبقى ممكن نخمرها مرتين أو ثلاثة أول تخميرة اللي هي السبعة دقيق الأولينيين اللي هي خميرة ومية وسكر مهم جدا العجينة تبقى طرية كده شايفينه فيها لازقان شوي كل ما كانت طرية كده وفيها اللازقان ده نكحة هتبقى نكحة معنا طيب سريعا بقى عشان الحشوة عشان نبقى قولناها برضو إحنا معنا بصلة متقطعة دي كانت حشوة الحووشي بصلة متقطعة نصف كيلو من اللحمة المفرومة معنا بهارات مشكلة بودرة بصل معنا ممكن رشة قرفة بتدي طعم حلو قوي برضو بس مش ضروري ملح وفلفل وفلفل متقطع زغير وللواجهة البيضة بس كده بس كده على النار وخلاص تبقى جاهزة معنا اشتركوا في القناة